اشتركوا في القناة 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 أنا قبل البس المباشر أنا ما بحضر شو أدي أحكي لكم بيجيبوا للا شو أدي أحكي مع الطلاب بحس حالي إنه نسيان كل شي ما بعن شو أدي أحكي لما بيجي لي أحكي الحكي بيطلع لحاله الامتحان هيك شباب الامتحان هيك لما بتفوض بكرة على قاتل الامتحان المعلومات لحالة بترجع لعندك فأول شي حس حالك نسيان كل شي لا تبكي يا قلبي بعرف إنك خايفة وبعرف إنك خايف وبعرف إنك متوتر وهي أول مادة وما بدك تخيب أمل البابا ما بدك تخيب أمل الماما بس ثق تماماً إنه بكرة بس تفوت على القاعة بتنسى كل شي إن شاء الله فاللي بده 400 يا شباب اللي بده 400 أهم شي خد قاعدة العلامة التامة ما بيجيبها واحد دارس كتير يعني الموضوع مانوعلمي الموضوع موضوع نفسي الموضوع موضوع نفسي مانوعلمي يعني موضوع شخصي اللي بيجيبه الأربعمية هن الناس الهادئين الناس اللي شخصيتهم قوية الناس اللي ما بيتلبقوا كل سن أنا اليوم مثلاً كنت مع طلابي آخر جلسة شفت الخوف بعيونهم أغلباً حتى أحصن الطلاب فيهم فهذا اللي بيخوفوا الموضوع وشف الطلاب هيك مستواه المتوسط لجيد ما ننخايفين وعني مقولوا بكر بدنا نعمل منيحة بكر هذول بيجيبوا أكتر من هذول كل سن اللي بيجيبوا عنا 400 وبيجيبوا 600 برياضيات إن الناس اللي هادئين الناس اللي شخصيتهم قوية مو الناس اللي بيدرسوا كتير فلازم يكون عندك لازم يكون عندك شخصية قوية تعرف تتعامل مع ورقة الامتحان فاليوم، أهم شي النعم أهم شي النعم اوعد ثم اوعد تажуح على الامتحان ماناك نايم اوعد تروح على الامتحان ماناك نايم تحذرك من هالموضوع بتروح بتدمر كل شي عملتوا بترسب بالمادة بدك نوم أقل شي خمس ساعات يعني بدك تدرس هلأ تراجع أوك ما في مشكلة لا اطنعش نام من اطنعاش للستة حابب تراجع شوية بالمادة هيك مطالعة سريعة طب مطنعش للخمسة كمان مقبول هيك تطلع على الحاضر على الكتاب وانت وماشي أما انك تقعد تدرس للصباح تقعد تدرس للصباح وتروح على الامتحان ترسب بالامتحان ما بقى بتتذكر شي ياما في عالم بتشوفهم نايمين بالامتحان نايمين جوا القاعة السبب ليلة الامتحان ما انه نايم راح نسيان كل شي فأول نصيحة للكل اليوم لازم تنام على الأقل خمس ساعات على الأقل ست ساعات كمان منيح نام 12 للستة 12 للخمسة مقبول روح على الامتحان مرتاح ولا لا لا تخاف دعي أملك بالله كبير قبل ما تطلع خوض رضا لبابا والماما تحذر كل واحد فيك وما يطلع الامتحان أبو أمه غضبانين عليه هذا خط أحمر رضا أبوك و أمك من رضا الله عز وجل تراضي أبوك و أمك حتى لو كانوا هني على خطأ تبوس إيديهن وحتى الرجلي هون وتلعي أمي دعيلي ويابا ودعيلي وتطلع الامتحان وعرف أنه رب العالمين ما بيضيع تعبك أنت تعبان تحصد تحصد اللي تعبت لكل السنة تمام الصبح الصبح فينك تعمل مطالعة سريعة على المادة أنت وماشي تسلاية يعني هيك على الحاضر وفينك ما تدرس إذا بتحب وليعم قل لك نعم لأن النوم هو اللي يثبت المعلومات هلأ كل شي رح تدرسه اليوم إذا ما نمت اليوم ما رح تثبت بمخك فلازم تنام اليوم إذا بتنام 11 أو 10 وفقة 4 درست لك شوي قبل المادة ما بيأسر بس روح على امتحان مرتاح هلأ بالنسبة للأسئلة الأسئلة رح تكون سهلة والفيزياء شباب صبايا ما بيجيكون ولا سؤال من براء الكتاب ولا حرف من براء الكتاب كله من الكتاب نظري وعملي لذلك اليوم لا تدور على نمازج خارجية بدك تحلها يا كتير طلاب اللي ضيعوا حالهم بالنمازج عم نشوف طلاب قديمين عم يروحوا على نمازج الحديث طلاب حديثين عم يروحوا على نمازج القديم ويضيعوا به ويفوتوا به الحيط اترك اترك النمازج لا يا اي امام احكي لها حتى تبكي قلبي احكي لها حتى تشجعي اليوم شوف الطالبات بالقاند يبكوا خايفين معنوا اننا شاطرين هذا الخوف لوحده وهذا اللي بيكي لوحده هو اللي بيروح لك العلامات ليش انت خايف صدقني عندك ثلاث ساعات قادر تسترجع فيهم كل شي دارسته يعني كل شي دارسته بتسترجعون خلال ثلاث ساعات فتوكلوا على الله وطلوا على الامتحان بثقة طلوا على الامتحان بثقة وما تخاف ما رح يجيكو لك كلمة من برا لك بالنسبة لهذه حالة نفسية انا عم بحكي نفسيا قوي نفسك خذ رضا البابا والماما توكل على الله بدك تدعي ادعي حافظ القرآن اقرألك شوي يعني كل واحد بيعرف كيف يتعمل مع نفسه ليقوي شخصيته فيه ناس بحطوا على دينيهم السماعات بيسمعوا فيروزة قبل ما يروحوا شي بيرفه عن نفسه بتشوفوا مع كثير طلاب بيكونوا هادئين بتشوفوا انتوا لاعبين كرة القدم قبل ما يفوتوا على المباريات شو بيكونوا عاملين مبارئة كبيرة كأس العالم نهائي كأس العالم بتشوفوا حاطة سماعات عم يسمع اغاني ليه؟ هادول كل هن عندهم اطباء نفسيين بيخلووا للطالب معزول عن العالم الخارجي كله سوري لللاعب قال الطالب بيعزلوا عن العالم الخارجي بيقعدوا بيسمع اغاني قبل ما يفوت على المباراة بيسمع اغاني وبيفوت على المباراة حيك بيخف عنه التوتر فكل الواحد عنده طريقة ليخفف التوتر عنه تمام؟ هلا بعد ما بعد ما تفاقلنا شوي وعرفنا ان الاسئلة رح تكون سهلة ونفوت على قاتل الامتحان اهم شيء تأكدوا من نغراتكم بطاقتك هويتك قلمين ازرق قلم رصاص محاية طبعا برصاص ممنوع بالامتحان بتعلموا مرة تانية بالازرق حاجياتك الاساسية تأكد منها قبل النوم بتفيق تطلع الامتحان لحافظ دعاء بيدعي الله مشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل لي عقدة من لساني هذا دعاء سيدنا يونس بطن الحوت انا حافظ لما كان بكالوريا بتحب تدعيق دائما في مشكلة تفوت على الامتحان بتشوف الاسئلة هلا أنا بنصح تحل سؤال سؤال اجب عن الاسئلة الخمسة بتشوف سؤال شفت سؤال صعب لك انا ضد انك تشوف الاسئلة كل نظرة عامة ليش وممكن نشوف سؤال غريب يلقك يقعد بالك مشغول فيه كل الوقت وانت بدك 400 لأ لا تطلع على الاسئلة سؤال سؤال من فوق بلش بالاسئلة بحل اول سؤال تعال على التاني سؤال شفتوا صار صعب فيش نسيتوا حاول فيه لمدة خمس دقائق ما زبط حط جنبه اشارة اتركه وانتقل على البعض بعد منا تنتقل تنتقل سؤال سؤال اذا قل لك اجب عن واحد من اثنين بالنسبة للمنهاج القديم اجب عن اربعة من خمسة بالنهاج القديم اجب عن اربعة من خمسة بلش بأول سؤال شفتوا مضمون مية بالمية توقّل على الله حلو شفتوا مشكوك شوي شوف اللي بعده وفيناك تعمل نظرة على الخمسة سوا تختار اربعة بعناية وتحلون على الوراء هاي شغلة اجب عن واحد من اثنين شوفوا الاثنين الاسهل عليك حلو ما في داعي تبلش بالمسائل اول شي هون الاسئلة بتكفي بالفيزيو والوقت بيكفي والوقت بيكفي الرسمة بالرصاص لا تصحح لازم نعلق لازم نعنق لازم نعلق بالنسبة للدعاء هو دعاء سيدنا موسى انا اسف سيدنا موسى لما راه عند فرعون الدعاء برجع بعد لك يا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لي عقدة من لساني يفقه قولي هو يآي بالقرآن اذا ما اكت نسيانا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لي عقدة من لساني دعاء سيدنا يونس سبحانك اللهم لا اله لنكتبنا الظالمين ان شاء الله لرب العالمين بكرة يفتح لكم فتوحات الأنبياء والعارفين توقله الله لا تخاف هذا بالنسبة للدعاء اللي بدي يحفظه بعدين انت لما بدك تدعي ربنا مشهر تكون حافظ دعاء تدعائي دعاء فاض رضا البابا والماما رضاها متل رضا الرب طيب شباب بعد ما نوصل على المسائل راح نبلش مسئلة النواسات بتكون أول شي مسئلة النواسات ركز عليها كتير مني شفتها صعبة عليك السن الماضي صار مع طلابنا أنه صار يطلع أرقام غريبة إذا بيطلع معك أرقام غير مألوفة لا تشك بنفسك لا تشك بنفسك كمل حل ممكن يطلع بالامتحان ممكن يطلع بالامتحان أرقام غير مألوفة تمام طيب طيب قبل ما أحكي على الأسئلة حضروا الكتب حضروا الكتب كما راح حكي على الشغلة أنت جيت على طلب صعب شكيت فيه تمام شكيت بطلب نستهلا شكيت آم دعisk ذهب فتحلق بطريقة تانية فتحلي الطريقة المتأكدةποين منه هي الطريقة الأولى وحل تحطوة بطريقة تانية ولم تشطو بالطريقة الأولى لما تحل بتطريقة تانية هنا الانصح بيصحلك الاثنين ولا أعطيك علامة الأعلى استفادوا من هانناحية ومنسيحدة بسعدك منها تمام كمان مشان النقل طولوا بالكون قبل ما فوت حكي عن الكتب يقلبي ملينا حكي عن الكتب حكينا كتير ودرسنا كتير طولوا بالكشو مشان اللي عم ياخد معه مصغرات ولي عم ياخد معه رشادتات ما بدنا نقعد نمثل نقول والله ما حدا ياخد معه لا طولوا بالكون كلنا نعرف الواقع شباب اللي بده 400 ما بيحمل معه ولا رشادتة تمام اللي بده 400 ما ياخد معه ولا مصغر ولا ياخد معه ولا رشادتة ولا يرشد على أي دوشي بعمره ما واحد معه مصغر بيجيب 400 بعمره ما واحد معه رشادتة بيجيب 400 اللي بدك علامة تامة أبعد عن المصغرات أبعد عن الرشادتات تمام نشان تصحيح أول طريقة والتانية اكتب الطريقة اللي واثق فيها أول شيء والطريقة التانية اكتبها تاني شيء هلأ بالرياضيات يصلحوا لك اثنين بالفيزياء سألنا الأسادزة قالوا أسادزة انو منصلح الأولى ونترك الثانية قالوا أسادزة انو منصلح الاثنين بيعطوا الأعلى هذا حكي أسادزة الفيزياء تمام لا لا ملكل خلي الطريقة الأولى هي الأصاح والطريقة اللي شاكك فيها هي الطريقة التانية تانية يلا شاب اتأكدوا من هالموضوع نحنا نحكي الموضوع شفنا وحكينا طلاب ناطرتني بذلكون توقعات لا يعني والله ما اجايب لكم الأسئلة ما اجايب لكم الأسئلة انتم مفاكرين بيدي ورقت الأسئلة وجايب بدي أحكيها والله ما ما يورقت الأسئلة سالة رح أن أفهك على بعض بعض الأسئلة وشو اسمه اذا لبدو أربعمية ما يعتمد على النقل أبداً 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 لانو مرح جيب أربعمية وبإيدك مصغر تعالي شوية يال فضلوا هلأ خليني بلش بالمنهاج القديم أوكي إذا حلت بطريقة ما موجودة بالسلام اجتمعوا لجنة بناقشوها وتنظف للسلام ويعطوك العلامة شباب يال بلشو المنهاج القديم الحقوني بيع الكتاب مباشرتان المنهاج الحديث نحن ما نمطولين مع المنهاج القديم مدتاً فقط ربع ساعة تمام؟ مدتاً فقط ربع ساعة مسئلة التاج مستبعدة تأتي بالامتحان يالي خايف من مسئلة التاج بس ادرسها ادرسها بعمرة ما ايجت بالامتحانات بس ما فينك تحذفها القي عليها نظرة وأنا بقلك مستبعدة بالامتحان ان شاء الله منهاج القديم كتابك بييدك المنهاج الحديث لا ترحوا انطروني بس ربع الساعة مااني مطول بس رح بعطهم عالدراسة منهاج القديم منبلش بالنواس المرن كتاب بييدكو الرجاء منهاج القديم هلا منهاج الحديث عملوا استراحة عشر داية وخلوكم معي منهاج القديم بلش بالصفحة تسعة تصنف الحركات الاهتزازية الى نوعين حركة توافقية بسيطة حركة اهتزازية متخامدة السؤال ما ايجا ابدا سؤال ضربة امتحانية يدير بالك منه اوكي وشرح كل واحدة مننا قلوا بالصفحة هون سؤال هام جدا 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 استنتج قوة الارجع او برهن ان قوة الارجع هي F تساوي ناقص KBX اذا ايجاد قوة الارجع الدراسة التحريكية تدرسها اثناء الحركة واثناء السكون وصولا للعلاقة F تساوي ناقص KBX هذه العلاقة ممكن تيجي كمان خيارات من متعدد هذه العلاقة نفسها تجينا الشباب خيارات من متعدد نجي بعدين الفقرة اللي تحتها عندك انطلاقا من العلاقة بإلك X فتحت تساوي ناقص KBX برهن ان حركة النواس المرن جيبية انسحابية توافقية بسيطة ثم ادرس الدور الخاص كمان سؤال مهم نجي على التوابع توابع الحركة تابع المطال ممكن يجرس ما يجرسه ابدا قبل هالمرة إلقوا نظرة على الرسمة بالنسبة لتابع السرعة بيسألك متى تكون السرعة عظمة ومتى تكون معدومة سؤال هام جدا جدا نفس الشي بالنسبة لتابع التسارع تابع السرعة وتابع التسارع من زمان كتير ما يجو ديروا باركون أقوى السؤال هو سؤال الطاقة سؤال الطاقة كل سنة في سؤال طاقة شباب على الأغلب سؤال الطاقة صفحة كم استنتاجه صفحة 14 و 15 مناقشة الخط البياني هادي مهمة للحديث القديم ما ناقشوها مسبقا ألقي عليها نظرة ويم تكون الطاقة معدومة ويم تكون أعظمية بالنسبة للمسائل ألقي نظرة على كل المسائل خيارات من المتعدد خيارات من المتعدد ادرسوا الخيارات المتعددة الموجودة ورد دروس من نهج القديم ادرسوا خيارات الموجودة ورد دروس وخيارات الدورات بكف فيكن هون بصفحة 25 على نمط 6-7-8 كتير كتير يجينا بالدورات المسائل أنا حاطت شاف المكسفة شاف المسائل فيها المسائل كلهم مشبهوا بعض حديث السماح كتير بعد شي بدنا نجي على نواس الفتل نواس الفتل مثل ما حكينا على استنتاج قوة الإرجاع هون في عزم الإرجاع بنفس الطريقة برأس التحريكية وعزم الإرجاع كمان بيجينا خيارات من المتعدد سؤال قوي كتير كتير برهن حركة نواس الفتل جيبية دورانية توافقين هل كلكم رح تسألوا على مسألة شو المسألة المهمة اين مسألة رح تجي شباب صبايا نحنا أنا بتمنى يجيكم مسألة نواس مرين لأنه هي أسهل شي وانتو جيل تعبان آخر جيل وآخر دورة وآخر فرصة للكم إن شاء الله بيجيبو لكم مسألة نواس مرين إذا جاء لكم مسألة نواس مرين فأعرف أنه سؤال حركة النواس الفتل جيبية دورانية توافقية واللي هي صفحة 29 وقت بيكون سؤال قوي جدا 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 تمام خيارات من المتعدد اللي ورا كتير مهمين خيارات الدرس بالنواس السقلي افتحوا صفحة 29 30 في سؤال مهم كتير في سؤال مهم كتير بالنواس السقلي نواس السقلي عرف النواس الثقلي البسيط نظريا النواس البسيط نظريا وعمليا شو بيجي نهون السؤال دير بالك من السؤال انطلاقا من دور النواس السقلي المركب استنتج دور النواس السقلي البسيط سؤال قوي جدا جدا هون كمان سؤال دور 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 نحن نجي على الخيارات ما متعدد الخيار التاني سؤال المركب صفحة 55 صفحة 55 صفحة 55 صنف القوى الى نوعين كمان سؤال دور وعم ما تنتج كل منه ما بيجي ثم قارن بين القوتين في حال السرعات الصغرى الصغيرة والكبيرة سؤال من زمان كتير ما ايجا ديروا باركم انه اقوى سؤال بهالدرس العوامل المؤسرة على مقاومة الهواء ثم اكتب القانون مع دلالات الرموز FR نسكيرو SV مربع خياراتنا متعدد كمان راجعوهم من هالدرس ميكانيك السوائل الحديث بعد شوي ميكانيك السوائل ميكانيك السوائل اول فقرة اول فقرة واخر فقرة وميزات السائل المثالي خلال اخر عشر سنوات اقوى كلتا اسئلة بهالدرس دايما بيتكرروا اول فقرة ضغط السائل عند نقطة داخله اخر فقرة سرعة جسيم سائل في قاعر خزان وعندك ميزات السائل المثالي هذول اقوى كلتا اسئلة بهالدرس بس كمان فيه بالدورات ايجا ممكن السنة يختموه على اكتب نص قانون باسكال مثلا صفحة 69 رفعت السيارات ايجت مرة تضخيم القوة صفحة 70 تعاريف ما عم تجي من الدرس بالمنهاج القديم ميزات السائل المثالي ركزوا عليه شبا معادلة الاستمرارية ايجت مرة نص نظريت برنولي مجاي ولا مرة هي بالصفحة 75 ننتقل على الدرس البعض خيارات من المتعدد ممكن علاقة الاستمرارية نجي على الدرس اللي بعده فعل الحقل المغناطيسي في التيار الكهربائي رح سبت الباس اسمعوه بعد شوي اللي ما قدر يلحقني نجي على ننتقل على فعل الحقل يلا درس البعض اقوى سؤالي بهالبحث العوامل المؤثرة في شدة قوة لا بلاس انهي صفحة 87 ديروا بالكم من سؤالهم بيقولك متى تنعدم قوة لا بلاس شدة قوة لا بلاس متى تكون عظمة صفحة 87 وكتب العبارة الشعاعية ديروا بالكم الأشعة بالصفحة اللي بعدها عم بحكي عالمنهاج القديم طيب انا شلت السماعات مشان الصوت نحيك الصوت او الصوت من عندكم شوي وعندنا سؤال قوي كتير عناصر شعاع القوة الكهراتيسية صفحة 88 سؤال العمل يجى 3 مرات وعشر سنين استنتاج العمل صفحة 89 وكتب نص نظرية ماكسويل هذو الاسئلة مهمة بالصفحة 90 هذا الاستنتاج يجى مرة عناصر شباب عناصر شعاع هناك قوي كتير وصفحة 92 كمان في عناصر شعاع لورنز يعني عندك العوامل المؤسرة في شدة قوة لابلاس عناصر لابلاس وعندك عناصر لورنز بالصفحة اللي بعد صغيرة بالصفحة 92 فكل سنة على الاغلب بيكون فيه سؤال اما عن قوة لورنز او عن قوة لابلاس وحفظوا العلاقات وحفظوا العلاقات الشعاعية الخيارات من المتعدد بهذا الدرس كتير مهمة شوفوا الموجودين ورا الدرس المسألة الاولى هاي سلكين طويلين هاي عم تجي بالمنهاج الحديث منهاج كون ما ايجت ولا مرة اها مسألة دولاب بارلو او تجربة السكتين شوفوا المسألة التانية والمسألة الرابعة المسألة الخامسة بعمرة ما ايجت مسألة التالتة بعمرة ما ايجت التانية والرابعة مسألتين قويتين جدا جدا واحدة منهم بالامتحان يجيك بالامتحان اما مسألة دولاب بارلو او مسألة تجربة السكتين يا حديثين انطرونا شوي خمس داية خلصنا نصف كتابا محزوف أصلا نجح الدرس البعد صفحة 107 عندك استنتاج كتير مهم شفت الفقراء حساب التيار المتحرد استنتاجه كتير مهم اللي خايف من التجارب شوف التجربة مثال تطبيقات قانون فرضة صفحة 107 ما تعليل ذلك شو بصير لما منحرك الساق هيك بيجينا سؤال عن تجربة اذا خايف من سؤال تجربة تعريف الهنري سؤال قوي كتير صفحة 109 ديروا بالكم السؤال صفحة 110 عم يقولوا في اسات زي حزفوا لانه فيه تكامل بس انا بقل لك انه سؤال هام كتير 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 ويجب الدورات حتى لو في سطر التكامل حفظوا بصم شباب سطر التكامل حفظوا بصم صفحة 110 تمام استنتاج الطاقة الكهراتيسية المختزنة في الوشيعة سؤال الطاقات تقريبا كل سنة موجود شفتوا بالصفحة 112 في عنا جدول تغيرات بيقول لك استنتاج القوة المحركة الكهربائية المتحرضة هذا سؤال متخبّة سوف نقوم بالكم منه انتلاقها من العلاقة 14 وصلنا للعلاقة رقم 17 المسألة الثالثة بهالدرس كتير مهمة جاية كتير كمان نجي على الدارة المهتزة الدارة المهتزة شباب يجي لكم سؤال منه السنة الماضية إذا بتتذكروا شكل اثنين السنة الماضية كان موجود سؤال عنه تبادل الطاقة بين المكسفة والوشيعة ممكن يجينا متى يكون التفريغ دوري متى يكون التفريغ غير دوري تمام هدول موجودين صفحة 120 بأعلى الصفحة عم بيحكي على منهاج القديم عم بيحكي على منهاج القديم منهاج الحديث طولوا بالكم شوي بس لأحطنا للقديم صفحة 121 سؤال قوي كتير علاقة تومسون بيسموها الدور الخاص وين بالدارة المهتزة الاهتزاز الحرة غير المتخامدة انتلاقها من العلاقة Q يعطيك العلاقة Q فوق تشتقى مرة مرتين نتوصل على T0 وبيسألك عن فرق الطور بين شدة التيار وتابع الشحنة شوفوا الرسمة صفحة 122 فرق الطور هو شو B على 2 شايفين سؤال الطاقة اللي هون كمان هام جدا 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 ركزوننا على الطاقات شباب اذا متى ما تمنيت انا يجيتكم المسئلة نواس مرين ما رح تجيكون طاقة نواس مرين فرح تجيكون الطاقة اللي موجودة هون بالدارة المهتزة او باللي قبلها صفحة 123 ركزوا على نتيجة الطاقة مقدار ثابت بغشوكم بغيروا شغلات لكن طاقة مقدار صعبت صفحة 125 خصاص التيارات عالية التواطر هون في سؤالين كتير مهمين فسر تبدل وشيعة ممانعة كبيرة للتيارات عالية التواطر باستخدام العلاقات المناسبة المناسبة تكتب علاقة ممانعة الوشيعة XL تساوي 2BFBL بتقول F كبيرة فإن XL كبيرة لما بيقلك تبدل مكثفة وراها تبدل مكثفة ممانعة صغيرة للتيارات عالية التواطر تمام 726 تكتب له العلاقة XC 1 على 2BFC بتقول له F كبيرة أو F9 زائد لا نهاية فإن XL صغيرة هذا سؤال قوي جدا أنا عم بحكي لحد الآن منهاج قديم يلي ناطرني حديث انترونا خلصنا مظل كتير صفحة 126 في سؤال متخبة تحت المستطيل الأخضر كيف تفصل التيارات عالية التواطر عن التيارات من خفضة التواطر هم بيقلك في مشكلة ما شفتوا بالاستنتاجات في مشكلة هنا يعني في مشكلة لدينا التيارة عالية التواطر من خفضة التواطر متراكبا تماما هذا السؤال موجود بالقديم الحديث كيف نفصلهما عن بعضهما البعض بتقول نشكل دارة على التفرع تحوي مثل ما شايفين بالرسمة تحوي مكثفة ووشعة بتقول في المكثفة يمر التيار عالي التواطر في الوشعة يمر التيار منخفض التواطر ديروا بالكم من هذا السؤال عم بحكي الساتني على القديم الخيارات من متعدد صفحة 129 كمان راجعوا هون مسائل هالدرس اطلوا عليه هون بعمر فرجيني شوي المسألة الاولى حطتنا بالمكثفة شوفوها جاي من قبل مسائل فيهم الرسمات ما يجوا لحد الآن القوا عليها النظرة صفحة 134 مما ينشأ التيار المتواصل ديروا بالكم من هذا السؤال ومما ينشأ التيار المتناوب تحت منه بسطرين اقوى سؤال بهذه الصفحة سؤال دورة متكرر كثير اذكر شرطي تطبيق قوانين تحت صاير السؤال قوم في التيار المتواصل على التيار المتناوب ديروا بالكم هون بالتعليلين شوف تواتر التيار المتناوب الجيبي صغير وليس قصير حط دورة عكلمة صغير الدارة قصيرة مو صغيرة تمام شباب صفحة اللي بعدها في حكي شوي عن المخطط اطلو عليه جنب الرسمة نجي صفحة 138 بيقول لك عندي دارة دار التيار متناوب تحوي مقاومة استنتج بيطلب منك العلاقة 13 استنتج توتر المنتج الاستنتاج هو مطلوب او بيقول لك استنتج تابع التوتر العلاقة رقم 12 هذا السؤال قليل جدا ما يجيب الامتحانات بس هو السنة سؤال مهم كتير لانه سهل ديروا بالكم انه وبيسألني كمان بيسألني على المقاومة بيقول لي لو شوف هون دايما بيسألك على البيئة بيئة وفيجة صفحة 139 على القيمة المتوسطة للاستطاع او بيقول لك فسر ان الطاقة تصرف في المقاومة حراريا بفعول جول بده منك العلاقة رقم 14 المسال محلول تحت ماء وعمره ايجا القوا عليه نظرة انتم ماشيين نفس السؤال اللي انطرح هناك يعطيك انطلاقة من العلاقة 15 صفحة 140 بيقول لك استنتج التابع الزمني للشدة للتوتر اللحظي موضحا فرق الطور هو زائد بيع 2 ويسألنا كمان عن البيئة في الوشيعة طبعا تعرفوا انه هي معدومة بيقول لك ليش الوشيعة ما بتستهلك طاقة سؤالها مكتير بتقول الوشيعة تختزن طاقة كهراتيسية خلال الربع دور لتعيدها كهربائيا هون تختزن طاقة كهراتيسية دوارع كهراتيسية ما صرت غيرها تعيدها كهربائيا كهربائيا ما بقى فينك اضغيرها لازم تنام 5 ساعات قبل الامتحان يا لبي المكسفة نفس الشي شباب كمان بيقول لك المكسفة لا تستهلك نفس الاستنتاج بس بيقول لك آخر شي طبعا استنتاج المكسفة أقلهم أهمية لأنه في تكامل إن شاء الله السنما رح يجيبه لكم بيقول لك كمان المكسفة لا تستهلك ايطاقة هون بتقول تختزن كهربائيا تعيدها كهربائيا شوفوني كانت كهراتيسية كهربائيا هون كهربائيا كهربائيا حالات الطنين احفظوها دارة تحوي مقاومة مكشيعة هادو الفيديو بالمسائل كتير هون في سؤال متخبط عم طلعه لكم اياه صفحة 146 146 تبهتها شفتها تحت استنتاج دور التيار عندها حالة الطنين أو استنتاج نبض الطنين مو استنتاج نبض الطنين استنتاج تواطر الطنين تواطر الطنين افعار كمان عنا الشيء اللي بدنا ندير بالنا منها الدارة الخانقة للتيار هالسنة سؤال قوي كتير للحديث والقديم صفحة 151 بالنسبة للمنهاج القديم شفتها آخر اكس هكذا عندك اكس 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 آخر اكس بيناتهم بيالك فسر باستخدام انشاء فرنل مثلا ان شد المنتجة معدومة او متى تتحقق حالة اختناق الطيار تكتب لو عندما اوميجا ال تسوي واحد اوميجا بسي ايفك سي ايفك سي ايفك للم نطرح ونميطلع جواب صفر ثم استنتج تواتر الطانين الذاتي للدارة او الدور سؤال قوي كتير كتير نجي على المحاولات المحاولات كتير بيجينا خيالات من المتعدد علاقة ميو كتير بتيجي تعريفة وصفة ما اجو من قبل علاقة ميو ركزوا علي صفحة 159 عنا مناقشة متى تكون محاولة رافعة للتوتر متى تكون خافضة للتوتر مردود المحاولة الكهربائية سؤال هام جدا صفحة 160 العلاقة رقم 13 استنتاجها وكيف يقترب من الواحد سؤال تحت الحك تحت العلاقة رقم 13 نجي على الامواج الامواج عنا اربع اسئلة كتير قوية طولوا بها لكم يا شباب يعني هلا انتو الحديثين ينش بتنقوا يعني طب مثلهم مثلكم مثلهم يعني يعني شو هن كخة يعني هنه بنت البطل صودة وانت بنت البطل بيضة بالعكس ان يا حرام اخر امن لقلهم بالحياة اصلا يعني اذا رسبوا السنة اكلوا هو يعني الشاب رايح على الدريج والبنت رايح على المطبخ طولوا بها لكم شوي خلصنا يلا اخر دريج دقيقتين بكون عندكم احفظوا مش هل تسمعوا الاسئلة مرة تانية كنا عم نحكي عن الامواش اقوى اربع اسئلة صفحة 170 استنتج ابعاد عقد الاهتزاز وبطون الاهتزاز ابعاد عقد الاهتزاز وبطون الاهتزاز واحدة منهم ابتجي وكمان عنا استنتج صفحة 172 صفحة 183 استنتج تواثر الصوت البسيط الصادر عن مزمار متشابه الطرفين العلاقة رقم اثنين تنطلق من العلاقة رقم واحد بتعود لمضة بتعود ال توصل العلاقة رقم اثنين او مختلف الطرفين بالصفحة يلي بعدها سؤال كتير عم تشوفوه بالدورات كيف نجعل مزمار زوليسان متشابه الطرفين كيف نجعل مزمار ذو فم متشابه الطرفين مختلف الطرفين بهالدرس عشرين عشرين شوف السؤال صفحة 176 الامواج الكهراطيسية المستقرة هذه الصفحة هامة جدا 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 كيف تتشكل الامواج الكهراطيسية المستقلة اول 3 تسطور بنا نحفظون كيف نكشف عن الحقل الكهربائي كيف نكشف عن الحقل المغناطيسي ولقوا نظرة على دلالات مستويات العقد والبطون خيارات من المتعدد درسنا مواجهة راجعون كتير مهمين اللي بيقدر يعمل نظرة على المسائل اللي حطتم بالمكسفة موجودة ببوست قبل هاد موجودين قناتي على التليجرام قلقوا نظرة عملنا لكم لمحة عامة عن الأسئلة المهمة هلا راجع على السريع وبكرة ان شاء الله بتتوفقوا وانا واثق انه كل الأديمين هالسنة حيعملوا منيح وكلكم رح اجيبواها الابامية لو صار عندكم خبرة كبيرة الله يوفقكم يا رب بتمنى لكم التوفيق وحلوة الدراسة يلا اخطوا من هون مشان نحكي معرفاتكم الحديثين لانه منهاجهم اضخم من منهاجكم الله يوفقكم يا رب نجي على الحديثين يلا طلعوا من البس يلا لانه عم تعملونا ضجة عم تطلعوا صوت منهاج الحديث كتابك معاك رح نبه على النظري اكتر من العملي لانه المسائل خلاص من بين المسائل اللي بتجي كنتحاطب بالمكسفة اهم المسائل واغلبكم درستوها ننحكي شوي على النظري بشكل اكتر من العملي نبدأ باستنتاجات النواسات بالنواس المرين الله يوفقكم يا رب النواس المرين كنا عم نحكي للقديمين اقوى السؤال بالنواس المرين هو استنتاج الطاقة هذا كتير بيجب الدورات شباب صوايا استنتاج عبارة الطاقة الميكانيكية للنواس المرين غير المتخامد هذا السؤال كلكم بتعرفوا هذا السؤال صفحة 14 شفت السؤال صفحة 14 طيب سؤال تاني من هون شوفوا انتو شو بيعمل لكم صفحة 14 بالامتحان النصفي كلكم شفت السؤال بيعطيك هاي الرسمة اللي موجودة صفحة 14 ولي موجودة بالدرس كمان صحيرة مسألة تانية بالدرس صفحة 18 بيعطينا رسمة الطاقة شو بيسألنا عن الطاقة صفحة 14 عم بيحكي عن رسمة ياللي بالنص المنحني البياني ياللي بيشبه القطع المكافئ بيسألنا هون عن الطاقة سؤاله هذا السؤال وين ايجا ايجاب الامتحان النصفي بيقول لك يمثل الخط البياني تغيرات الطاقة اكتب علاقة الطاقة الكامنة المرونية او الطاقة الكلية بيين تغير الطاقة الكامنة عندما يتحرك الجسم من نقطة مطالها مثلا اكس ماكس على اثنين الى مركز الاهتزاز بيقول لك تتناقص الطاقة حتى تنعدم لان المطال يتناقص وإي بي يتناسب طردا مع المطال ممكن يسألك عن الايكي بيقول لك بيين تغير الطاقة الحركية عندما يتحرك الجسم من نقطة مطالها اكس ماكس على اثنين طاقة الحركية بالعكس تتزايد الطاقة الحركية حتى تصل لقيمتها العظمى عند المركز لان الطاقة الحركية لان الطاقة الكاملة شو تنقص هذا السؤال هذا السؤال ديروا بالكم عليه هذا السؤال وين موجود موجود كان بالامتحان النصفي نفس الرسمة شباب صبايا بيعطيكم ارقام بحطلك على اليسار ناقص عشرة على يمين زاد عشرة مثل السؤال شوفوا السؤال بأسئلة الدرس المسألة التانية هو بيعطيك الرسمة يقول لك يعطيني قيمة ثابت الصلاة يعطيني الدور يعطيني السرعة تبعتوا على السؤال لا الصوت ما نواقف تأكدوا من عندكم شباب فينكم تسمعوا البس مرة تانية عم بحكي صفحة 18 المسألة التانية بيجيك كيف بيجيك سؤال عنه بيين تغير الطاقة الكامنة عندما يتحرك الجسم مثلا من نقطة ما طالوها اكس ماكس عطني او بيين تغير الطاقة الحركية بتقول الطاقة الحركية تتزايد الطاقة الكامنة تتناقص ديروا بالكم من سؤال الطاقة سؤال كتير حلو وكتير سهل في سؤال كمان بيجيبوا كتير بالدورات بيجيك انطلاقا من العبارة اكس فتحتين ناقص كي على ام في اكس برهن الحركة الجيبية انسحابية بسيطة وحسب الدور الخاص بالمنهاج القديم بالمنهاج القديم كانوا بيعطوهم العلاقة صفحة عشرة عم بحكي هذا السؤال شباب انطلاقة من العلاقة عشرة ان شاء الله انتوا هيك نفس الشي كمان وعلاقة الدور لاتنسي هي صفحة 11 سؤال قوي كتير استنتاج او ايجاد قوة الارجع صفحة 9 تدرس حالة السكون وحالة الحركة وقوة الارجع كمان مرشح يجيك هون شو خيارات من متعدد عم بحكي منهاج حديث سرط منهاج حديث تمام يعطينا سؤال عن تابع السرعة امتى بيكون اعظمي امتى بيكون معدوم تعبع التسارع امتى يكون اعظم امتى يكون معدوم هؤلاء العلاقات الموجودين بلون مستطيلات اذا استنتاج تابع السرعة اذا الاستنتاج تابع السرعة تشتق مرة تابع التسارع تشتق مرتين متى يكون اعظمي معدوم كمان تحكي هون كمان مثل ما قالت لكم برهنة محصلة القوة قوة ارجاع كمان سؤال مهم في سؤال بأسئلة الدرس هو السؤال الاول صفحة 17 اثبت صحة العلاقة هاي العلاقة فينا نستخدمها بالمسائل تمام فينا نستخدمها ايام السنة كنا نقول فينا او ما فينا لا هلا من الكون فينكم تستخدموها بالمسائل لانه اثبتناها بالدرس كمان هذا سؤال نظري نجي عن نواس الفتل طبعا انا بتمنى يجيكم مسألة نواس مرن اذا يجدكم مسألة نواس مرن مدى تكون من هالمسائل وممكن تكون مسألة بسيطة جدا مثل المسألة الاولى صفحة 17 لا تهملوها يلقوا نظر عليها اذا قال لك قوة الارجاع تتركها سالبة اذا قال لك شدة قوة الارجاع بتعملها موجبة ياللي عم يسأل عن قوة الارجاع فينا نثبت عن طريق الطاقة الميكانيكية اه ترجمة نانسي قنقر طبعا المخططات البيانية كنت حاطت بنك خيارات من المتعدد اللي خايف من الخيارات البرحة كنت حاطت بنك خيارات من المتعدد وشرحتهم موجودين من البرحة نلقي نظرة على نواس الفتل يا نواس الفتل في سؤال استنتاجي واحد هو أو سؤالين دراست حركة نواس الفتل وبرهن الحركة جيبية دورانية فقرة النظرية اللي موجودة بالدرس صفحة 22 تنطلق من الواحو 21 حتى توصل الـ 22 على الأغلب بدون يعطوكم إياها من العلاقة رقم 2 بعد منا بتصير تشتاق ممكن يعطيك إياها السطر اللي قبله كمان وممكن يقول لك ادرس حركة النواس الفتل بدك تكتبها من بداية الفقرة تمام وتحفظون العلاقة عزم الإرجاع صفحة 21 ناقص كابت تتب تجي خيارات من متعدد في سؤال بالأسئلة الوحدة عم بحكي على المنهاج الحديث اللي قديم خلص دوره رحكي على تفكير الناقض طولي بالك شوان انشان ما ينسى بأسئلة الدرس شوفوا بصفحة 26 رقم 1 انطلاقا من مصمونية الطاقة برهن حركة نواس الفتل الجيبية دورانية هام جدا 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 نجع عن نواس سقل نواس سقل في سؤال قوي كتير نواس سقل في سؤال قوي كتير صفحة 30 صفحة 30 شوفت السؤال شوفوا شو بيعطينا بيعطينا العلاقة واحد فيها ساين بيلاك كيف تصبح من أجل السيعات الصغيرة بتقله ساين تتة تصوي تقريبا تتة منصير بالعلاقة رقم اثنين هذيك شو بتكون أول وحدة حلوها ليس جيبة هذيك التانية منقول معادلة تفاضلي تقبل حلا جيبيا وهون بيلاك برهن انها تقبل حلا جيبيا مع استنتاج علاقة الدور من أجل السيعات الصغيرة تعريف النواس سقل البسيط صفحة 23 نظريا عمليا كمان سؤال دورة صفحة 34 نتائج اللي موجودة فوق بيجيب مننا خيارات من متعدد ب عنا سؤال استنتاجي كمان ديروا بالكم منه موجود مكسفت النظري ان شاء الله تكفي للمراجعة السؤال بيقول انطلاقا من العلاقة تتة فتحتين تصاوي ناقص جي على ال ناقص جي على ال بتتة في النواس السقل البسيط استنتاج العلاقة المحددة لدوره نجي على الدرس اللي بعده سؤال اللي حكيت عنه وين موجود صفحة 2 نوك 3 تمام بنص الصفحة ميكانيك المواقع تعريف خايفين مننا انتو التعارف على الاغلب ازا وين وقف البس شباب راح البس من عندي سؤال الاستنتاج اللي كنت عم حكيت تبعا نواس الفتر بالصفحة 2 نوك 30 بنص الصفحة بنص الصفحة صفحة 2 نوك 30 انطلاقا من العلاقة واحد وصولا للصفحة 2 نوك 30 نجي على ميكانيك المواقع ميكانيك المواقع تلك هون النوعية جريان المستقر تعريف على الاغلب ما بيجي ان شاء الله بس ممكن يجي التعريف كخيارات من المتعدد مثلا ميجوز يقلك خيارات من المتعدد سائل جريانه مستقر عبر انبوف افقي وعنده نقصان سطح المقطع فانه جسيم السائل لو بينقص سطح المقطع بدنا نحفظ الخيارات ممكن لك ينقص الضغط صح تزداد التسرعة او تزداد الطاقة الحركية يعني ديروا بالكم من الاسئلة اللي هونيك ميزات المائع الميسالي صفحة 44 هام جدا 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 سؤال كتير قوي متكرر بالدورات تمام استنتاج برنولي ان شاء الله ما بيجي يكون طويل هيك سؤال طويل ان شاء الله ما بيجي بالامتعام اقوى السؤال موجود بالدورات كان يجي هي نظرية تورشيلي صفحة 48 فقر كتير مهمة نظرية تورشيلي وهي سرعة خروج السائل من الفتحة الجانبية من فتحة صغيرة اسفل خزان كي بيجينا تطبيقات برنولي صفحة 48 انتبهوا عليه بالنسبة للعلاقة الاولى بيقلك انطلاقا من معادلة برنولي استنتج معادلة المانومتر او قانون الضغط في المواقع الساكن هيك بيسمو لهذا انطلاقا من العلاقة برنولي استنتج استنتج علاقة المانومتر سطرين هدول اللي موجودين بالنسبة للانبوب فنتوري صفحة 49 كمان نفس السؤال استنتج من انطلاقا من برنولي استنتج فرق الضغط بين نقطتين باستخدام بين نقطتين في انبوب فنتوري اقوى الشيء تورشيلي لانه سؤال دورة كتير كتير قوي مكرر بشكل كتير كبير بالدورات وميزات السائل المسالي ركزولي عليه لا تنسوان راجعوهن شباب استنتاج معادلة الاستمرارية استنتاج معادلة الاستمرارية الصفحة 46 سهل يجى مرة واحدة بالدورات تعريف نظرية ان شاء الله لا بس ممكن يجو خيارات من متعدد مسألة من ميكانيك المواععي ستأتي مسألة من ميكانيك المواععي ستأتي في مسألة كتير مهمة مسألة التانية سؤال دورة المسألة الاولى سؤال دورة مسألة تلتلق الاولى والتانية سؤال دورة ممكن يجيك ليش خايفة وسهل كتير المسألة تفسيرات ألقوا عليها النظرة ما يجو أبدا ولا مرة شباب النسبية ركزوا شوية درس النسبية سؤال نظري أكيد من النسبية لو أنكم خايفين من المسائل فسؤال نظري أكيد جايك من النسبية بيجينا على نمط الامتحان النصفي معطيكم الأسئلة اللي طرحتها الوزارة بالامتحان النصفي بيلك وفق الميكانيك النسبي عندما يكون جسم متحرك بالنسبة لجملة مقارنة فإن زمنه يتمدد تمام وفق قياس تلك الجملة مسائل العامة الضخمة بميكانيك الموقع ما بتجي لا تخافوا مسائل العامة الضخمة ما بتجي شو منكتب الجواب هون عم يقول لك فسر لي أنه الزمن بيتمدد بتقول له تيتو ساوي جمع بتي صفر حيسو تكتب له جمع أكبر من الواح هذا تفسير فقط هيك تمام هذا تفسير تمدد الزمن طيب بيجينا تفسير تقلص الطول بيلك وفق الميكانيك النسبي عندما يكون جسم متحرك فإنه طوله يتقلص بتقول L تساوي L صفر على أوميغا بس هيك L تساوي L صفر حيسو أوميغا أكبر من الواح فقط تمام شباب وحفظوا لي نص نص الفرضية الأولى والثانية لأينشتان تجي خيارات من متعدد ممكن ممكن تعريف صفحة ستين في سؤال فسر الزيادة في الكتلة كمان ركزوا عليه موجود بأعلى الصفحة هذه بدنا نكتبها بنكتب دستور التقريب وصولا يعني هاي الجملة تجي كمان ممكن بصيغة أخرى فسر أنه الكتلة تكافئ الطاقة نفس هي الفقرة هي موجودة من المكسفة في سؤال متخبة صفحة ستين مساعدة بيجي كون عينو تحت 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 استنتاج الطاقة الكلية تضرب العلاقة واحد بسي مربع توصل لإي تساوي إي صفر زائد إي ك مع دلالات الرموز تعطي علاقة إي صفر مع علاقات إي صفر وإي ك والطاقة الكلية اللي خايف إن المسائل من هالدرس كمان قبل المسائل في استنتاج صفحة ستين استنتاج مهم فوق بأعلى الصفحة انطلاقا من الميكانيك النسبي استنتاج العلاقة المحادرة للطاقة الحركية في الميكانيك الكلاسيكي اللي خايف من المسائل بي مسألة إذا رح تجيك رح تجيك نفسا من الكتاب بالحرف راجعوا مسئلة التوأمان رقوا نظرة عليها وين موجودة مسئلة التوأمان صفحة تطبيق التوأمان صفحة 57 وراجعوا من وفي صفحة 61 تطبيق 6 كمان ألقوا عليه نظرة وعندكن بمسائل الدرس المسألة التانية مهمة ممكن والمسألة الرامعة ألقوا نظرة عليهم لا تخافوا من مسائل هالدرس تجي نفسها من الكتاب مسئلة الميونات أعتقد ما تجي تركيبها مزابطة المغناطيسية البحث الأغلز عندكم شوفوا الأسئلة اللي أنا حاطتهم بالمكسفة اللي عندوها اللي ما عندوها يتبع معي بالصفحة 70 طبعا أهم سؤال بهالدرس اكتب عناصر شو على الحق والمغناطيس المتولد عن إما التيار حلزوني أو دائري أو مستقيم وممكن يقل لك مع الرسم عامل النفاذية كتير كتير مهم صفحة 71 70 ماذا لنا عامل النفاذية ميو تساوي بي تي على ب ضلالات الرموز يطلب وفي سؤال متخبط بماذا يتعلق عامل النفاذية هام جدا جدا تمام شباب عنا سؤال بالصفحة اللي قبله صفحة 70 فسر تتكاسف خطوط الحقل ضمن النواة الحديد أو تتقارب برادة الحديد عند طرفي النواة صفحة 70 ضمن الاستنتاج سطر الثالث لأنه وتطمغنط نواة الحديد لنهايتها إذا لك فسر مغناطيسية الأرض صفحة 71 حقوة مغناطيس الأرضي يعزل علماء مغناطيسية الأرض هون في شحنات متحركة هذا الجواب صفحة 74 عندك شفت بيته الساوي KPI هذا الرسم البياني يجب الخيالات من المتعدد كنت حاططه مرة شوفوا هون بيسألك على K شو العوامل المؤثرة على K هون عندك عاملين دير بالك منهم صفحة 76 قلنا العماصر نرى صفحة 82 دير بالك الخيارات من المتعدد صفحة 82 منهاج قديم خلص دوري يا قلبي صفحة 82 ركز معي شوي هاي التدفق علاقة التدفق المغناطيسي الرسمات اللي تحت الخيارات من المتعدد هامة جدا جدا الرسم اللي على يسار أول رسمة على يسار هون يجينا السؤال متى يكون التدفق عظمي أو يكون التدفق عظمي الخيارات من المتعدد هون الخيارات اللي بتكون صح الفة تساوي الصفر بدي يكون موجود بالخيارات تمام أو بتقول له التوازن مستقر يكون حاطلك بالتوازنات مستقر قلق طلق مطلق هون التوازن شو بيكون مستقر بالتدفق العظمي بالرسم اللي على يسار اذا شو الخيارات الفة تساوي الصفر والتوازن مستقر كمان خطوط الحقل خطوط الحقل توازي السطح هون خطوط الحقل توازي السطح تعامض السطح انا اسف مش هنصير الزاوية تسسعين اذا هون الفة تساوي الصفر اذا قال لك خطوط الحقل شو بتقول له توازي السطح شوف الرسم الثالث اللي بالنص شوف الرسم الثالث اللي بالنص الزاوية شو بيعطني اذا متى يكون التدفق معدوم عندما تكون الالفة بيعطني يعني خطوط الحقل توازي مستوي الدار ضعطوا بهدون بعيدون يضرح ايضا تكرمي رح ايد الشرح على الرسمات جيبي وراء وقلم نعطيك الحالات كلها بس ليشرب ماء يلا شباب بعيد الحكي عن الرسمات ركزوا معي الله يخليكن رسمي العليسار حالات التدفق الأعظمي بالخيارات الفة تساوي الصفر او كوسين الفة تساوي الواحد او التوازن توازن مستقر تمام او بي يعامد مستوي الدارة بي يعامد مستوي الدارة نجح على الرسمة الثالثة من اليسار يلي فيها زاوية قائمة متى يكون التدفق معدوم بتقوله الفة تساوي بيع اثنين او خطوط الحقل توازي مستوي سطح الدارة قطوط الحقل توازي مستوي سطح الدارة يعني تعامد الناظم اذا سألك عن الناظم ان شاء الله تكونوا ركزتوها واذا سألك على الزاوية الحادة هي رسمة الثانية يعني بالربع الاول ودولة بيني متى يكون التدفق سالب بتكون الالفة بالرسمة الاولى التدفق سالب رسمة الاولى على اليمين رسمة الثالثة من اليمين موجب نأتي هون هل استنتاج الموجود صفحة 3-8 للقوا نظرة عليه كمان شو عنا كمان هذا اغلص درس بعرف بنجي عالدرس البعد طبعا اسئلة الدروس لازم تكونوا درستوها من قبل في هذا السؤال الخامس صفحة 85 عم يعزبكم كتير كل واحد عم يجاوب الشكل هذا السؤال ما بيجي لانه عليه اختلاف بالحل وفي صياغتهم كتير دقيقة شباب فعل الحقل الموناطيسي في التيار الكهربائي يلا عسر يعي شوي مشان نبعدكم على البيت العوامل المؤسرة صفحة 89 والعبارة الشوعية هام جدا صفحة 89 شفتوا وبين متى تكون عظمة ومتى تكون معدومة عناصر شوعة القوة الموناطيسية صفحة 90 كتير مهم هالسؤال كتير كتير شوف الشدة F تساوي Q بV بB بساين تتا متى تكون عظمة لما التتا بتكون شو بيع اثنين يعني V وعامد B متى يكون معدومة بتكون زاوية الصفر أو B يعني V وازي B التجارب هدول مطلوب تفهمهم بالنسبة للصفحة 90 في تحت الصفحة 90 استنتاج علاقة نصف القطر هاي ما بتيجي الفقرة كلها كاملة هون بيقسموا لك السؤال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هيا شباب انا اسف ان صرعت من الباب وهو عميندة فتحت الباب تطلعلي الطالبة من طالبات هي جاي مع اما عند اسئلة الله يخليك جاوبة أبتل رجعيلي بعد شوي صفحة 90 استنتاج علاقة نصف القطر شباب هون بيقلك يتحرك الالكترون ضمن المنطقة يسود الحقل مناطيسي بيقلك برهن أن حركة الالكترون دائرية منتظمة ضمن المنطقة تطلع من الخواص الجداء الشوائي الفقرة الأولى واستنتج نصف قطر المسار موجودة بالصفحة البعضة بحوة 90 كيف يصبح المسار بعد الخروج من منطقة الحقل الحركة متصر مستقيمة منتظمة رح عجل شوي يلا لحقوني التجارب هدول مطلوب فهمة حاولوا تدرسوا تلقوا نظر عليهم هام جدا 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 صفحة 92 استنتاج عبارة القوة الكهرطيسية سؤال دورة كتير كتير متكرر بالدورات والعناصر تبعونه 93 هلا بالامتحان بالدورات القديمة دائما كان فيه اما السؤال عن القوة الكهرطيسية او السؤال عن القوة الموناطيسية العناصر يهي يهي تمام شباب دولاب بارلو مطلوب نحفظ رسمه مطلوب لانه بيجي بالامتحان رسم دولاب بارلو ضمن مسألة حتى تجربة دولاب بارلو ممكن كما بيسألك السئلة عنه رسمة احفظوها تجربة السكتين سؤال قوي جدا هون صفحة 95 صفحة 95 فيه سؤال قوي كتير هون عن عن شو عن العمل بيليك استنتج العمل بعدين بيليك مع طبيعته بيطلو العمل موجب واكتب نص نظرية ماكسويل اكتب نص نظرية ماكسويل نص نظرية ماكسويل كمان ديروا بقى لكم منها صفحة 96 فسر سبب دوران الإطار بنصاير تبعتوا على هاي استنتاج عزم المزدوجة سؤال دورة كمان صفحة 96 من تحت ممكن ينكشولك سؤال بالصفحة 97 اكتب عناصر شعاع العزم المغناطيسي شفت العلاقة اكتب عناصر شعاع العزم المغناطيسي واكتب العلاقة الشعاعية له شو اللي علاقة الشعاعية عن عناصر وين موجودين شفاء بتحت شعاع العزم المغناطيسي نظم على مستوي الإطار جهته وشدته بتكتب M تساوي بلا شعاع NBI BS مقياس الغلفاني مما يتألف مما كذا ما اجوا هذول من قبل بس اجي السؤال صفحة 97 استنتج العلاقة بين الزاوي الدوران الإطار والتيار المار فيه العلاقة هاي دي الصفحة اللي بعدها وصولا للعلاقة التفتحة تساوي JBI يبقى لك وكيف تزيد حساسية المقياس دير بالك من هالسؤال بتقول يتم تزداد حساسية المقياس كلما زادت G يتم زالك عملية باستبدال سلك الفتل بسلكا ارفع منه تمام اعطونا اللي بعده تحريض نجي على التحريض بالصفحة 94 بدي اقول عناصر F بدولاب بارلو لا تنسوا ليها الصفحة 94 عناصر F ضمن دولاب بارلو بيطلبوهم ضمن المسألة اذا سألك بتجربة السكتين اذكر طريقة لزيادة سرعة تحرج الساق بتقول نزيد شد التيار الكهربائي نجي على قانون فرضاي صفحة 106 تفسر ظاهرة التحريض تفسر وين العلاقة واحد نص قانون فرضاي صفحة 106 نص قانون لانز مطلوب حفظه صفحة 100 صفحة البعدة 100 178 نص قانون لانز بالنص هدول يقون نظر على هالنتائج تقريب قطب موناطيسي من وجه ملف يعطي قطب مشابه ابعاده يعطي قطب مخالف الى آخره هدول شوفوه صفحة 109 ما العوامل المؤثرة بالقوة المحاركة الكهربائية المتحرضة واكتب النص واكتب القانون صفحة 110 هم بيجينا سؤال تجربة هذا سؤال كتير قوي تجربة السكتين التحريضية في تجربة السكتين فسر الكترونية نشوء التيار المتحرض والقوة المحاركة المتحرضة مع الرسم الرسمة هون مطلوبة هون في عنا دارتين دارة مغلقة ودارة مفتوحة بتنطلب واحدة منهم بالامتحان دارة مغلقة من عند تحت الرسمة عند تحريك الساق بسرعة ثابتة هذه الدارة المغلقة دارة مفتوحة يلي تحت ولا تخربطوا رسمة الدارة المفتوحة بالدارة المغلقة رسمة اللي فوق مغلقة اللي تحت شو دارة مفتوحة صفحة 111 ما بتيجي الفقرة كلها ادرس نظريا تحول الطاقة بيقلك استنتج القوة الكهربائية المتحرضة موجودة بصفحة 111 استنتاج آي بالصفحة اللي بعدها استنتاج الاستطاعة بعدين بيقلك استنتاج الميكانيكية آخر فقرة بتيجي كمان لوحدة بالصفحة 113 في دارة مولد تيار متناوب جاي بأسي استنتاج العلاقة المحادلة لقوة الكهربائية المتحرضة كمان سؤال سهل وحلو صفحة 114 شو عنا اطلوا عليه هنا دون نتائج وتجربة صفحة 115 تحول الطاقة الكهربائية الى ميكانيكية كمان مطلوب طيارات فوكو عرف تيارات فوكو بتكون تحفظوه شباب التعريف عرف تيارات فوكو هي تيارات تحريضية متولدة في الكتل المعدنية زاعة المقاومة الكهربائية زاعة المقاومة الكهربائية القليلة والتي تخضع يتدفق مغناطيسي متغير صار بنص الصفحة التعليل اعطيكم تعليل كتير مهم من تيارات فوكو عال سريع شوي اكتبوا التعليل معي اعطيكم تعليل من تيارات فوكو بالنسبة لتيارات فوكو اعطيكم تعليل من تيارات فوكو علل لا يغلي الماء في اناء زجاجي لا يغلي الماء في اناء زجاجي يوضع على سطح طباخ الكتروني واقترح طريقة لجعل هذا الماء يغلي هل tea لحقتوني لا يغلي الماء في اعطيك في إناء زجاجي يوضع على سطح طباخ الكتروني اقترح طريقة تجعل الماء يغلي بيقول له لانه لا تتشكل تيارات فوكو التحريضية في الزجاج شو عم بيقولك في اناء زجاجي ركز على التعليل اناء زجاجي حضYO ورع كلامي الزجاجي بتقول له لانه لا تتشكل تيارات تحريضية فوكو التحريضية في اناء في الزجاج ولكي يغلي شو نعمل عملك يقترح طريقة مثله نضع كتلة معدنية داخل هذا الإناء فتتشكل تيارات فوكو مما يسبب تغير التدفق المغناطيسي ضمن الكتل المعدنية فتنتج كمية من الحرارة طبعا هذا السؤال هاي الأسئلة اللي عم بحكي أنا أدولي أنا كنت عمل لهم بس سوري سوري كنت عمل لهم كنت حط لهم بوراء شوفوا البوستات اللي يابل هدو وراء المراجعات لطلابنا في وراء مراجعات كنا حاطينهم بالفترة الأخيرة شوفوا هون نقلب على البعضة شوي نمر لكم فقرة مهمة بسرعة لأنني اتأخرت عليكم وانتو اتأخرتوا نحاول أحكي على أهم تيارة بوكو لنا ظهرت تحريض الزاتي 117 ظهرت تحريض الزاتي 117 آخر سطر فسر الوشيعة في هذه التجربة وفسر ظهرت تحريض الزاتي بيقوله أن الوشيعة قامت بدور محرد ومتحرد في آنين واحد شو ممكن كمان هون عرف الهيري سؤال كتير مهم متخبي بالصفحة 118 وزاتي الدارة مولقة بالنص تعريف الهيري شفتو شافكو علاقة المطلوبة يحفظوها منو تجيب المسائل تجيب النظري فقرة هامة جدا 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 الطاقة الكهرطيسية المختزنة في الوشيعة إذا إجت مسئلة نواس مرين هاي الطاقة بتجي لأنه هذيك مرح يجيب الطاقة بالمرين في هون سطر التكامل احفظوه بصم مانو محزوف ديرو بالكون هذا سؤال دور الشباب الكلام غير مطلوب فقط العلاقات الرياضية إلا إذا طلب منك دلالات الرموز المسئلة هايلي موجودة صفحة 119 كتير مهمة كمان عالم بيقولوا يلا بسرعة عالم بقولوا شوي شوي استاذ طيب اتفقوا يلا رح نصير وسط طبعا المسائل الدروس ما كتيرا بحكي عليها لأنه أنتوا أكيد دارسين مسائل الدروس من قبل والأسئلة واضحة بمسائل الدروس صفحة 100 صفحة ديش على الدارة المهتزة يلا قربنا نخلص دارة المهتزة مما تتألف الدارة المهتزة؟ سؤال حلو شو هي طبعا مكثفة ووشيعة مقاومتها صغيرة نقطة الأولى التانية التالتة الرابعة صفحة 127 تحت عند الرسمة عند الرسمات بيسألونا السؤال هون لازم تقرأوا الحكي الموجودة على اليمين شباب مثلا ليش الاهتزازات الحاصلة هي اهتزازات حرة متخامدة؟ بتقول لي أنها لا تتلقى طاقة من المولد مثلا بيئلك ليسمينا الزمن شبه دور بتقول لي أن الساعة الاهتزاز متناقصة وزمن الاهتزاز سابت تحت في كتير حكي مهم امتى بيكون التفريغ لا دوري باتجاه واحد؟ بتقول لي إذا كانت المقاومة كبيرة وحالات واحدة نيك لاتة امتى بيكون التفريغ متخامد باتجاه المقاومة الصغيرة؟ بتبهتوا عدون؟ كتير مهم صفحة 128 هام جدا 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 انطلاقا من العلاقة مثلا بيعطينا المعادلة التفاضلية الموجودة تحت البيكيو فتحتين زارد اهر بيكيو فتحة زائد واحد على السي بيكيو هاي العلاقة هاي دورة استنتج تابع الزمن الى الشحنة كيو بتقوله الارت يساوي صفر بتقوله كيو فتحتين بتحط علاقة كيو تقبل حلا جايبيا ثم استنتج عبارة الدور الخاص في الدارة المهتزة صفحة وراء او بيقول لك استنتج علاقة تومسون ديروا بالكون علاقة تومسون هي نفسها علاقة الدور الخاص في الدارة المهتزة مع دلالات الرموز مطلوبة هون كمان الرسمة صفحة 130 هامة جدا 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 شفتوا الرسمة هن بيعطونا الرسمة هون بيقول لك مثل الرياضيات وضح التغيرات هون شفت الحاكي المكتوب جنب الرسمة عندما تكون شحنة المكسفة عظمة عدم شدة التيار عندما تكون شدة عظمة في الوشاتن عدم شدة المكسفة تابع الشدة على الترابع متقدم وهذا بيجي خيارات من المتعدد كمان الترابع متقدم يعني اكتر ببيعتني صفحة 131 كثير عم يسألوني السؤال استاذ بيجينا كيف يتم تبعض الطاقة بين المكسفة والوشيعة وضح كيف يتم تبعض الطاقة بين المكسفة والوشيعة بتقول له بربع الدور الأول في نصف الدور الثاني إلى آخره سؤال الطاقة المهم الثاني أقوى سؤال الطاقة بالمنهاج صفحة 100 وحوكلاتي استنتج الطاقة الكلية في الدارة المهتزة توصل لعند العلاقة اللي تحد آخر علاقة بالصفحة اللي بعد يسألك عالطاقة الكلية شو الطاقة الكلية مقدار فابت المسألة المحلولة هاي سؤال دورة كمان نجي عالصفحة 133 هاكد الكتاب كل مهم يا لبي بدك الأسئلة ما عندي الأسئلة الصفحة 134 لمو 133 سؤال دورة هون تبدل وشيعة ممانعة كبيرة للتيارات عالية التواتر تكتب العلاقة وضح ذلك بالعلاقة تكتب XL هي OMEGA BL 2B F BL بتقول F كبيرة XL كبيرة أي الممانعة تتناسب طردها مع تواتر التيار بتكون فسرتها بتجي على المكثفة بيلك تبدل مكثفة ممانعة صغيرة للتيارات عالية التواتر تكتب العلاقة XC 1 2B FBC بتقوله F كبيرة يؤدي XC صغيرة والممانعة تتناسب عكسا مع تواتر التيار بيلك هون في مشكلة علمية كنت عم بحكي عليها موجودة بالدرس في مشكلة علمية لدينا تيارا متراكبا علي التواتر ومنخفض التواتر تمام كيف يمكن أن نفصل بينهما سؤال مهم كثير يلي خايف من الأسئلة يلي بقولوا فيها في مشكلة علمية كيف نفصل بينهما مين بيعرف عنا تيارا متراكبين علي التواتر ومنخفض التواتر كيف نفصل بينهما قلت لكم السؤال على التليجرام شو حدا بيعرف حدا موجود بأسئلة الدرس الجواب نشكل دارا على التفرع تحوي مكثفة ووشيعة فيمر التيار العالي التواتر في المكثفة بينما يمر في الوشيعة التيار منخفض التواتر نجد نجي سؤالي كتير مهم شرطي تطبيق قوانين اوم في التيار المتواصل على التيار المتنابسة صفحة 143 شرطي تطبيق قوانين اوم في التيار المتواصل على المتنابسة صفحة 143 ندير بالكم منه. صفحة 143. حالات الطنين بنطلوب نحفظها صفحة 152. استنتاج دور و تواتر الرنين صفحة 152. سؤال دورة. نجي على الدارة الخانقة. ركزوا معي شوي على صفحة 155. نحكي على الدارة الخانقة شوي. صفحة 155 صفحة 154. حالة الثالثة. مع الرسم المطلوبة. اخر رسمة من تحت. متى تتحقق الدارة الخانقة اذا كان ايفكت لك برهن انه الايفكت صفر. تطرحه من بعض الهن من صفر بيليك استنتج استنتج تواتر الدارة والدور تمام هذا سؤال عن الدارة الخانقة نجي على البعد نروح على المحاولات علاقة ميو تيجينا خيارات من المتعدد نسبة التحويل خيارات من المتعدد كتير كتير قوي هالسؤال صفحة مية وثنين وستين طبعا بيسألنا صفحة مية وثنين وستين عم بحكينا متى تكون المحاولة رافعة متى تكون خافضة اذا لك مثالية بتقوله ميو تساوي واحد شباب بالنص عمل المحاولة مطلوب تمام عمل المحاولة يدرسه بالنص وكمان انعدد الاستطاعات الضائعة في المحاولة الكهربائية هن موجودين صفحة مية واتنين وستين بيقلك صفحة مية وثنين وستين سبب ارتفاع درشة للحرارة الشاحن تحت كيف نحسن كفاءة عمل المحاولة في اسلاك الوشيعة من النحاس والنواة الحدي من شرائح رقيقة استنتاج المردود مية وثنين كما سؤال دورة بس بيقلك سؤال تحته كيف يقترب المردود من الواحد بطول تصغير مقاومة اسلاك يعني نصغر ان اسلاك النقل او تكبير وركزوا ان شاء الله تجيكم مسألة محاولات سهلة مسألة محاولات بتجي مسألة تالت سؤال دورة مسألة رابعة سؤال مسألة تالت سؤال دورة والمسألة الاولى مسألة دورة الامواج الامواج المسائلية اللي بينحطن بالمكسفة ما بتطلع براتها نجيه على الامواج اقوى اربع اسئلة بالامواج بالنسبة للامواج صفحة 172 استنتاج ابعاد عقد الاهتزاز وبطول الاهتزاز كثير كثير بيجوا بالدورات هادون كمان بيجينا بالامواج صفحة استنتاج التواتر وين موجود؟ انا ما عمشوفه بالكتاب بمزبار متشابه الطرفين ومختلف الطرفين استنتاج التواتر اعتقد صفحة 100 في مئة وخمسة وسبعين ايه؟ شوفوا دراسة النظرية استنتاج علاقة الدواتر في تجربة ملد على نهاية مقيدة مثله هذا كمان مهم شباب بدي نبع على الشغلة الامواج الكهراطيسية المستقرة صفحة 179 هام جدا 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 180 عفوا 180 180 صفحة 180 كيف تتولد الامواج الكهراطيسية المستوية؟ مما تتألف الموجة الكهراطيسية؟ كيف تتشكل الامواج الكهراطيسية؟ ثالث نقطة في يون عندما تلاقي الامواج الكهراطيسية وايجا كمان بالدورات كيف نكشف عن الحقل الكهربائي وكيف نكشف عن الحقل المغناطيسي؟ كتاب جنبه سؤال هام جدا تدير بالك منه احفظه ما طول والله ما بيجي لك بيجيكن خيارات من متعدد مساعدة بالصفحة 170 شفتوا تحت؟ إذا كانت النهاية مقيدة فرق الطور بي حفظوها لهي إذا كانت النهاية الطريقة فرق الطور صفر سطرين لتحت بعض صفحة 170 بيجيك سؤال كيف نجعل مزمار زوفم متشابهة طرفين مختلف الطرفين تعريف نظرية ما كتير بتيجي هون إذا بتتعلم ورسم بترتاحه كتير شوفوا لك صفحة مية وسبعة وسبعين مية وسبعة وسبعين شوفوا هون في سؤال متخبه صفحة مية وسبعة وسبعين متى يحدث التجاوب شفتوا؟ بالنص رح أعطيكم هون السؤال بدقة رح أعطيكم هون السؤال دقيق نديروا بالكم من هالسؤال سؤال متخبه مامي انتبهولو الطلاب يلا كتبوا نسوا اكتب شرطي حدوث التجاوب ادي يكتب يكتب اكتب شرطي حدوث التجاوب بين الهزازة كجملة محرضة والوتر كجملة مجاوبة شفتوها؟ ها ده موجود صفحة مية سبعة وسبعين او مية وخمسة وسبعين بس للاقيلكون اياه بالكتاب اللي عندي موجود بالمكانة هعطيكم الجواب ايه صفحة مية وخمسة وسبعين تمام طبعا الجواب طول الوتر يساوي عضد صحيح من نصف طول الموجة قلته ساوي ان بلمضة على اثنين الان واحد اثنين ثلاثة نواسية دقة الثانية يعني اثنين نواسية دقة الثانية يعني دوره يساوي اثنين تمام؟ البعيد اول واحدة طول الوتر يساوي عضد صحيح من نصف طول الموجة التواتر ف يساوي ان باف واحد التواتر الهزازة يساوي مضاعفات صحيحة للتواتر الاساسي هدول الشرطين الطول والتواتر الطول ال تساوي ان بلمضة على اثنين والتواتر ف تساوي ان باف واحد التفكير الناقد يلا احكي لكم على التفكير الناقد تفكير الناقد فهم تمام؟ ما بيجي بالامتحان ان شاء الله بس هو مانو محزوف من المنهاج بس لازم يكون الطالب فهمانو هلأ اذا انت دارس التفكير الناقد ايام السنة كتر خير الله ما انك دارسه اكيد ما لحت لحت تدرسه اذا تركه بلا تمام؟ كتير اساد اذا ما عطوا تفكير الناقد انا عطيته لطلابي بس هو فهم بالنهاية وان شاء الله ما رح يجيكون تفكير الناقد اللي كان دارسا ايام السنة فهمانون كتير خير الله ما فهمانون بعين الله وان شاء الله ما بيجيكون تفكير الناقد شو كمان في اسئلة متخباية كون انا ما انتبهت الله ان شاء الله كون منسيت شي رح القي نظرة سريعة اهم المسائل هلا بتنسوني النظري انتو عم تسألوا عن اهم المسائل العوامل المؤسرة في سرعة الانتشار صفحة 177 لا تنسوها نوعي المنابع الصوتية نوعي المزمار 188 الاستنتاج التواطر كتعم قولوا انا صفحة 189 اهم المسائل بتمنى يجيكون نواس مرين او نواس ثقلي بسيط بيكونوا سهلين اذا انا حبوا يتعاطفوا معكم هالسنة بيجيبوا لكم واحدة من هدوان اتنين بس لا تستبعد نواس الفتل كل سنة الطلاب بيستبعدوا وبينضربوا فيه ولا تستبعد نواس ثقلي المركب احفاظ حالاته هو بيكون سهل ان شاء الله تمام نكون هيك عملنا نظرة سريعة على الابحاث بدي شوف اذاك فيه كم سؤال ممكن مرئ لكم اياه لمدة خمس دقائق معنا اذا شفت شي محدد ممكن نبهكن عليه عمقلقي نظرة عمعكل الفقرات باركي بيطلع معنا شي سؤال بينفعكن لبكرة اتخاف وراح تكون الا السلة سهلة ان شاء الله تمام ايه انسيت بالنسبة للمسائل كنت اتحكى عن مسائل الامواج فيه تطبيق محلول بالكتاب صفحة كتير مهم تطبيقين تحت بعض هنا اذا حبوا يساعدكم بيجيبوهن نفسهم لان انا محلولين خيارات من متعدد الامواج بكتاب كتير مهمين التطبيقين موجودين بالكتاب طبع غشاء الطبل بس ما بعمل تذكر وينه صفحة اعتقد لايكو فيه تطبيق 178 صفحة 178 مسألة تطبيق سؤال دورة وفيه عندك واحدة ما عط طلعت معي مسئلتين تحت بعض ان التطبيقين تحت بعض صفحة 187 لا تنسوا تراجعوهن طول القناة السمعية يبلغ طول القناة السمعية والمثال اللي فوقه 187 قبل المادة ما فيه مشكلة انك تراجع الصباح ما فيه مشكلة انك تراجع الصباح بالنسبة في سؤال عن المحاول اللي كتعملكم استنتج علاقة المردود وكيف نحسن المردود وفيه ما هي الطاقات الضائعة وكيف نقلل منها نقلل من الطاقات الضائعة بصناع الاسلاك تكون من مادة مقاومتها نوعية صغيرة وصفحة تكون بشكل رقيق ومعزول ومتقطع شو كما ممكن نبهكم عشي سؤال ان شاء الله اكون قدرت مرئلكم اهم شي اذا يجعنا السؤال يحاول العلماء اعطاء الجسيمات سرعات كبيرة جدا باستخدام المسرعات هل يمكن ان يجعل السرعة جسيم تصل لسرعة الضوء؟ كلا لا يمكن ان نصل لسرعة الضوء لانها تصبح الكتلة لا نهائية حيث م تساوي قمة بم صفر وبالتالي تحتاج لطاقة هائلة جدا شو كما ممكن نبهكم على السؤال اذا قلت لك قربنا القطب الشمالي لموناطيس من احد وجهي وشيعة شو بصير؟ عند تقريب عند تقريبه يزداد التدفق الموناطيسي تتولد قوة محركة كهربائية متحرضة تكون جهة حاسابلانس عكس جهة التيار المتحرض ويحدث تنافر بتكون الدارة هون يتصل طرفها ببعض بتكون الدارة مغلقة طيب اذا قربنا قطب الشمالي لموناطيس من احد وجهي حلقة نوحاسية دارة مفتوحة بما ان الدارة مفتوحة تتجمع الشحنات الموجبة في طرف والسالف في طرف وينشأ فرق في الكمون شو كما ممكن نبهكم على السؤال اخر سؤال ممكن اقرأ بيعطينا تجربة بالاقدارة مكونة من قاطعة مولد ومقاومة ووشعة ومصبح مصبح نغلق الدارة ونخفض المقاومة فيضيء المصبح عند فتح الدارة ماذا يحدث واغلاق الدارة ماذا يحدث بتقوله عند فتح الدارة يضيء المصبح ثم ما ينطفق لانه عند فتح الدارة تتناقص شدة التيار المار في الوشعة فيتناقص تدفق الموناطيسي مما يؤدي لتوليد قوة محركة اكبر من المولد متحردة بتكون اكبر من المولد والزمن يتناقص طبعا موجودة بالكتاب بسألك عن توهج المصبح هلا بدي لكم شاغلة اخيرة مسائل عامة اللي بقتوا درسوهن مسائل عامة الضخمة ما بتجي مسائل عامة الضخمة ما بتجي اليوم عملنا جلسة امتحانية مع طلبنا راجعتلنا المسألة مسألتين رح نزلكون هنا بعد شوي لا تخافوا من الاسلية رح تكون كتير 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 سهلة بتمنى لكم كل التوفيق مما تلاف دار المهتزة بيجي رح افضل بس مش هان ترجعوا تسمعوا او رح حطوا على التليجرام حتى عرفوا انه نحنا عم ندعي لكم نحنا واهاليكم وكلنا منحبكم واللي عم يحطوا الاسئلة هنا مننا وفينا مانون يهود مانون اجانب يعني بخافوا عليكم فلا تخافوا مانون اعداء لكم كل شي عم بصير ان شاء الله خير لكم اخر شي معرف انكم خايفين شي للخوف على جنب توكلوا على الله لا تخافوا اظن الله رح تكون الاسئلة سهلة كتير وكلكم بك رح تفوتوا على الفيسبوك تكتبوا ايه استاذ كانت سهلة واللي راجعناهم معك اجوا وان شاء الله بنا نجيب 400 ونجي على المادة اللي بعدها كمان طبعا بالمادة اللي بعدها عنا عربي بوعدكم بث مباشر مع الاستاذ طالب حسينو بالعربي ليجاوب على اسئلتكن وينبهكن اهم الشغلات كمان انتو خليكم متابعين صفحتي رح كون معكم باسادست مركز اونلاين كلهم بجميع المواد بحكم معكم بالعربي بالعلوم مع الاستاذ نيضال بالانجليزي بالفرنسي بجميع المواد ان شاء الله بدي كون مع اسادست المركز يساعدوكم لاخر لحظة توكلوا على الله ما تخافوا ابدا روح انت رافع راسك واثق بنفسك افطر ونام اهم شي انتاموا الشباب راجعوا شوي قبل ما تفيقوا ان شاء الله ما رح يروح تعبنا على الفاضي بعرف هلا بعض اللي عم يعلقوا اول مرة بيشوفني بيسمعني البعض منهم كان معي كل السنة بالبس المباشر كنا نعمله بالرياضيات كنا نعمله بالفيزياء كتير منكم درسوا ورش وروحاتي بالفيزياء على التليجرام وكنتوا معي كل السنة ودرستوا معي المكسفة اللي درس المكسفة اكيد اوضاعه جيدة بتمنى لكم كل التوفيق وقلوبنا معكم وان شاء الله بكرا رح يدعي لكم طبعا وهاليكم رح يدعو لكم بكرا ان شاء الله كلكم رح تكونوا مبسوطين اظن الله كلكم رح تكونوا مبسوطين راجعوا شوي قبل ما تناموا مو قبل ما تفيقوا راجعوا قبل ما تناموا شوي وبعد ما تفيقوا شوي بحب يراجعوا شوي ما في مشكلة اهم شي نوم ها كل واحد ما بدي ينام بدي يدبحوا بتناموا يا شباب لا تروح على امتحان ما نايم بتدمر كل شي تعبنا تمام الله يوفيكم يا رب بالنسبة للتيار المتناوب ما بتطلع عن المكسف اللي درس المكسف ان شاء الله بتيجي مننا تمام شباب رح نزل هالا ورقتين مراجعة راجعنا هون اليوم بعد البس القوا نظرة عليهم كمان عالسريع الله يوفيكم سلمولي على الاهاليكم ونلتقي بكرة بعلامات حلوة ان شاء الله وتكونوا كلكم مبسوطين يلا بأمان الله موفقين يا شباب